السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك واشترك في الخناة وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم أنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات المعقلة له بيزنى اللي هيتابعني هستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لك أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها تردد جديد وحاصر أظهر على النايل سات لقناة ناصر 24 الواضح من القناة أنه هتقدم برامج متنوعة وقناة روعة جدا وزيما أنا معاود حضاراتكو على الترددات الجديدة والحاصرات اللي بتظهر أول بأول وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح عليها بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسفر داخلي أما بالنسبة لكتر من 10% من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قيمة وفاق كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بضغط عليها بزرار أوكي هيزهر لقيمة تانية وفاق قيمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموت على زرار المينيو ووقف على كلمة انسليشن وضغط أوكي هيزهر معايا قيمة تانية وفاق كلمة تركيب بضغط عليها وضغط أوكي ومجرد ما بضغط على قيمة الترددات بزرار أوكي هلاحظ انه ظهر معايا قيمة الترددات اللي قدام حضراتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاعي وبعدين هضغط أوكي واتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الأزرق وهضغط أوكي اذا بتأكد ان انا وقف على كلمة يس او نعم وضغط أوكي من الرموت وبالتالي الجهاز هيحفظ التردد ويزهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكو في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حلقة النهاردة اسمها ناصر اربعة وعشرين زهرت على النيلسات بترخ شهر ثمانية او بترخ شهر اغسطس لعامة عشر اتنين وعشرين قناة ناصر اربعة وعشرين موجودة على تردد حداشرة ستة اربعة صفر معدلة ترميل سبعة وعشرين خمسمية والخطبية في او فيرتكال اوراسي التردد اشارته عليه وسهل جدا استقباله باطباقت ابدأ من ستين او سبعين سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحته على رسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك ناصر اربعة وعشرين اضافة جميلة ومميزة جدا لقناة النايل ساتو بنصع الكل ينزل على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين قناة اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو اعجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في القناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لكل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة